كابتن طارق بداية كده عايز ابدأ معك طبعا بالنادي المصري عملت شغل محترم جدا شغل كبير جدا انا اتكلمت معك كان في مرة في مداخلة وحتى سألتك انتو بالشكل دوت انتو بكملين مع الفريق يعني ما فيش حد بيبقى ناجح النجاح ده كله وطفرة في المصر مصر كان بدأ الموسم الماضي موسم مش جايد خالص انتو وصلتوا لمصر انه ينهي الموسم في المركز الخامس وصلتوا نهاية كسر رابطة وصلتوا لدور تمالية في كس مصر كل ده نجاحات نجاحات كبيرة جدا هل كانت مفاجأة بالنسبة لك رحيل الجهاز الفني؟ طب عشان بس نبقى يعني نبقى جمعين الموضوع كله احنا ماضيين ثلاث شهور حلو او لنهاية الموسم ماشي التجديد ما كانش في الحسابات قوي بالنسبة لنا احنا جايين في مهمة معينة هنخلصها والسلام عليكم صحيح فكرة ان احنا بنعمل شغلنا لاخر يوم ده الحمد لله احنا عملناه زي الكتاب ما بيقول ويمكن الحمد لله النتائج بتقول كده وزي ما انت كده سردت يا كريم ان انت الحمد لله خدت الفرقة من مركز وديتها مركز تاني خالص وصلنا نهاية كسر رابطة وصلنا دور التمانية كس مصر عملنا حاجات الحمد لله كويسة طبعا اي حد يتمنى ان هو يكمل في الناد المصري اكيد 100% كنا نتمنى ان احنا نكمل في الناد المصري انها في الاو في الاخر الحزبة بالنسبة لنا كانت مهمة لفترة معينة وشكرا سلام عليكم وده العقد اللي بيننا وبين مجلس إدارة الناد المصري اكيد 100% احنا الموضوع كله كان تموحنا احنا بقى كجاس فني ان احنا ننهي مع الناد المصري بالطولة وخسارة كسر رابطة كانت بالنسبة لنا بمسامة صدمة كبيرة جدا 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 كجهاز فني كمجلس إدارة كجماهير كلنا صدمنا صدمة كبيرة جدا في نهاية كسر رابطة لان اخد بالك كل مصر كان بتقول الناد المصري طبعا من شكل الاداء من الروح الموجودة في اللعيبة من تنظيم بتاع الجهاز الفني مع اللعيبة مع مجلس الإدارة حضور الجماهير الكبير الضخم اللي كنا مش متخيلين وانا قلت لك قبل كده يا كريم برضو لما في التليفون اعتقد قلت لك هما لو موضوع الجماهير مفتوح في المطش النهائي انا بقولك الاستاذة هتقفل برسعيد كلها هتبقى في الاستاذ انما هذه الكرة احنا اكيد 100% ما اصرناش اكيد 100% اجتهدنا على قد ما قدرنا ان احنا نعمل احسن حاجة عندنا تاني كل الجهاز الفني بقادة دكتور ميمة عبدالرازق عمل مجهود كبير جدا طيب